تشتيت الزهن اللي حصل لعلي معلول ويشد ضربة الجزاء او لما حسين الشحات خد الكورة او لما كهربا عمل مشدة كلامية بينه وبين ويليام الحاجات دي كلها هو علي اللي انا اصلا يمكن هقولك على حاجة محدش عارف مش عارف الناس عارفها ولا لا يمكن الشناوي راح هو وكهربا لكولر ان اللي يسد ضربة الجزاء امام عشور دي جديدة شبعا امام قوي امام من بداية المباراة كعبه عالي اول لمسة اول ترقيصة اول مراوغة اول مويه حركي الجمر تفعل مع امام في حاجات كده بيديك ثقة اول لمسة كده انت بتقول ايه بلغة الكورة اركب المباراة يبقى كعبه عالي على الفيرود او كعبه عالي على في نص الملعب في حاجات معينة لازم نتكلم فيها من العابة النادي الاهلي النهاردة معظم الناس كانت بتتكلم في مباراة المقاولين الراجل مغير تسعة بس هما جعانين كورة طالما جبت سلطة المقاولين العرب النهاردة هو لعب بس كان موجود امام عشور وكان موجود محمد عبد المرعم والباقي كلهم لعبين هم موجودين بس ما شاركوش قبل كده شايف مباراة النادي الاهلي بلقى بيها معك النهاردة فنيا مباراة النادي الاهلي من قاولين العرب شايفها ازاي في ظل ان الاهلي كان برضو غايب من فترة عن الدور المصري اول مرة على الورق كولر في حياته كلها بيشتغل اربعة ثلاثة ثلاثة شكلا على الورق بعد عشر ده بيحاول طريقة اللعب واللي خلاه يعمل دي مروانة عطية اللي هو اربعة واحد اربعة واحد لا الرجل النهاردة غير طريقة اللعب بسلوب جديد ولعب اتنين تلاتة اتنين تلاتة راجع كده بالراحة الاسماعيلي اللي انا ياسف المقاولين العرب بدأ ازاي خمسة اربعة واحد خمسة اربعة واحد بالضبط طور وعن منازل الحبيب في نص الملعب وزوت بفروب دي قدام انا في الوقت ده بيشتغل ازاي فروب احب يهاجمني يبقى انا مطلوب مني ايه عب مين عم يلم هو وقت وكبت شؤول اللعب للطرق دي عشان بلعب ده من الاهلي اه ما هو خمسة اربعة واحد ان انا بقام من دفعين وبلعب على كونتر التالي بستغل الفرصة انا في الوقت اللي هالعب معايا فروب واحد فمغسكه لياصر ابراهيم وبدأ اريحية ان محمد عب مين عم يشتغل طير محمد هاني وطير كريمي الدبيس وحطوا لهم ديفندر في النص كوكا مايزيتش ويميل على اي اتجاه هاجمة اذا كان الجهة هاني او دبيس وقمد دي اريحية الاتنين اللا مركزية افشا وامام عشور وده طرفين لنادل اهليعب انسايد رايت واسترايكر صريح وانسايد ليفت اشتغل بعبدالقادر واشتغل بطاهر واشتغل بمودست